بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه يقول ربنا سبحانه وتعالى في محكم الآيات إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما هداية القرآن كيف تفهم وما المقصود بها وعلماؤنا ومشايخنا يكررون دائما أن القرآن الكريم كتاب هداية يعني أنه نزل من أجل هداية الخلق فهو يهدي للتي هي أقوى يهدي للتي هي أقوى في الدنيا ويهدي للتي هي أقوى في الآخرة يوفق صاحبه تاليه حافظه من يتعلم أحكامه ومن يقرأ آياته يوفر له الهداية في الدنيا فيهديه إلى أقوى طريق ويوفر له الهداية في الآخرة فينجيه على الصراط ويرقيه بين يدي الله سبحانه وتعالى في جنة النعيم وسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها فكأن الجنة درجات بعدد آي القرآن الكريم كلما ازداد القارئ آية ارتفع درجة في جنة الله سبحانه وتعالى وسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن فالقرآن الكريم سبيل الهداية في الدنيا والآخرة وروا الإمام الترمزي عن سيدنا علي كرم الله وجهه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ستكون فتن كقطع الليل المظلم فقال سيدنا علي وما المخرج منها يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المخرج منها كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين ونوره المبين والذكر الحكيم والصراط المستقيم لم تنتهي الجن إذ سمعته إلا أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا لا يشبع منه العلماء ولا يمله الأدقياء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنتهي عجائبه هذا هو القرآن الكريم كلما قرأت فيه ازددت هداية على هداية كلما تعلمت أحكامه استنار قلبك واستنار عقلك واتضح أمامك الطريق القويم كلما اتجهت إلى القرآن تلتمس منه الهداية والفهم للدنيا وللآخرة أعطاك القرآن كنوزه وفتح لك أسراره فصرت بذلك تفهم مآل الناس في الدنيا ومآل الناس في الآخرة وخبر السابقين ونبأ اللاحقين وأحكام هداية الدين في الدنيا كيف يريد الله من عباده وماذا يقصد ببعثة رسله وماذا يريد من خلقه وإلى ما يصيرون هذه المبادئ الكلية لماذا خلقنا الله وماذا يريد منا في هذه الدنيا وإلى ما نصير بعد أن تنتهي هذه الدنيا هذه المبادئ الكلية تجيب عنها آيات القرآن الكريم ويبينها قصص القرآن الكريم وتبينها حكم القرآن الكريم فتكون بذلك قد أظهرت للعالمين هذا الدين بأحكامه وحكمه وما فيه من خير وما يدعو إليه من رشد فتكتمل الرؤية وتكتمل الهداية للإنسان بفهم آيات القرآن الكريم يرشده إلى الخير يرشده إلى الرشد وينجيه في الآخرة ويكون هو سبيل السعادة والفلاح بين يدي الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم وأن يعلمنا منه ما جهلنا وأن يذكرنا منه ما نسينا وأن يجعله حجة لنا في الدنيا وأن يجعله حجة لنا في الآخرة والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته